عندي زيادة في الاحتياطي بمعدل حوالي ربع مليار تقريبا وعندي استثمارات ساخنة بدأت ترجع وفلوس الأجانب 925 مليار وطبعا عايزة أفكركم أنه الاعتمادات المستندية وواردات اتنولت بحوالي 12.5 مليار دولار سددنا ده في حوالي شهرين أقالي مشهرين وسددنا حوالي 2.5 مليار كانوا فلوس علينا خلال الشهرين الماضيين وطبعا خلال الفترة الماضية كانت الضائقة شديدة الأزمة كانت عنيفة ومع عمق الأزمة وشدة رياح الأزمة في ناس كثير انحنت في ناس كثير وقفت زي الصناديد رجالة وفي ناس باعوا القضي وفي ناس قالك يا عم أنا مع كل طابلة هرقص مع طابلة الناس اللي هم نعيق البوم يلا معاهم هتخرب هتفلس هتضيع هتنكسر هتركع ده كل وفي ناس تانيين وقفين صناديد رجالة بيقولوا أبدا البلد دي نحميها بصدورنا العارية حتى ورعت أروحنا وفي ناس شغالين وفي النهاية زي ما قلنا انه البلد دي مش هتقع والحمد لله أنا بس بقولك خلال خلاصة كلامي احتياط النقد الأجنبي في البنك المركزي زاد ربع مليار الشهر ده هو شهر يناير مقارنة بشهر ايه مقارنة بشهر ديسمبر الماضي طبعا الافراج عن الخامات اللي بتكلم عنها في الجمارك رفع الطاقة التشغيلية لمنتج مكونات السيارات إلى 80% الكميات اللي تم الافراج عنها بتكفي عشان تشغل العملية وتطور المكن الانتاجي بالمصانع لفترة تصل لشهرين يعني كان المصانع كانت توقفة اللي بتجمع عربيات وغيره صناعات مغزية تم الافراج عنها هون زي ما بتقول جديد المال افراج عن الخامات المحتاجة زي ما بالجمارك رفع الطاقة التشغيلية لمنتج مكونات السيارات إلى 80% الكميات اللي تم الافراج عنها تكفي لتسيير العملية الانتاجية بالمصانع لفترة قد تصل إلى شهرين كل دي اجراءات تم يعني تنفذها على الارض خليني بس اقول لحضراتكو تاني انه بلومبرجي بتقول في هذا الاطار تراجع حماس البنوك المركزية في رفع الفائدة بسبب تلاشي التدخل ده اللي كنتم بقوله من شوية من دقايق التدخم في العالم بدأ شوية ايه يعني يعني ما يزيدش يعني يقف يعني يعني التدخم بدأ ينكمش إلى حد ما انكماش التدخم اللي وارتفاق الاصار يعني ادى إلى ان البنوك المركزية توقفت عن رفع سعر الفائدة ده سبب ونتيجة مع بعض الاتنين اهو بلومبرجي بتقول تراجع حماس البنوك المركزية فرافع سعر الفائدة بسبب تلاشط اهو ده البنك ده بلومبرج الوكالة قالت انه الحماس العالمي تضاقل في زيارة اسعار الفائدة وده خلال فيه قرارات للبنوك المركزية هتصدر هذا الاسبوع الوكالة الامريكية قالت انه تحرك بنك الاحتياط الفدرال الامريكي حرك الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط وده عمل امتعاش في السوق مدفوعا بنشوة المستثمرين بان صدمة التضخم تتلاشى اخيرا والبنوك المركزية الاخرى حول العالم في طريقها للتوقف ايضا عن زيادات معدل الفائدة طبعا البنك الاسترالي والبنك الهندي رفعوا سعر الفائدة ربع نقطة في تكلفة الاقراض واوقف البنك المركزي البولندي بالفعل رفع سعر الفائدة والبنك الروماني نفس الكلام لم يرفع سعر الفائدة وطبعا المكسيك نفس الكلام وبعض المسؤولين النقديين يحافظون على رفع الفائدة بشكل كبير يعني البنك المركزي الاوروبي ارتفع بمقدار نص نقطة يوم الخامس اللي فات وست محافظين للبنوك المركزية البنك الاحتياط الفيدرالي في نيورك والاحتياط الفيدرالي في أطلنطا كل دول قالوا ان احنا لن نرفع اسعار الفائدة مجددا ده بيديني نفس اسعار الفائدة عندما تنخافض عندهم هيجيلي بسرعة الاستمرار الساخنة لكن انا هتعلم الدرس ولن اعتمد ويجب ان لا اعتمد على الاستمرار الساخنة اللي بمجرد ما اسعار الفائدة حركة في امريكا هربت في 48 ساعة ولا في اسبوعين طلع من عندي 20 مليار دولار هم دولا عملوا لأزمة خلال الفترة القليلة الماضية الماضية